معرفة إذا اجل عندك حدا وقال لك بكل عنف هيورة وقلم كتب هالكلمة اللي رح قلك ياها هلأ وقلم رح اقتلك بتال له انت اوكي مشوا الكلمة قال لك كجر تمونيها قلت له انت اوكي وبتنسك هالألم وتكتبها وأنت عم تفكر بينك وانحالك ما هذه الهبل شو هالكلمة اللي غالبا لا ما إلا معنى أصلا وفرجته الورقة قال لك تمام بس لسه من فدت فيه طلاب أخير لازم تكتب هالعدد وانت يا دوب عم تلاحق تكتب وراء العدد بسرعة مش هم ما تنساه طلع فيك هيك وسألك سمعان بهالعدد من قبل؟ تقول له لأ شو هالعدد عم سحب الورقة منك وقال لك لكن كيف عرف تكتبه؟ وكيف عرف تكتب كجر دمونيها مع أن كلمة أنا اخترعتها وما إلا معنى أصلا طبعا اليوم أسئلة من هالنوع تبدلنا مضحكة وسخيفة شوي لكن البشرية كلها لفترة زمنية طويلة ما كانت واصلة لمرحلة معرفية تتيح امتلاك المقدرات والإجابة على هالأسئلة إيه لليوم نحن نعتبره على مستوى أي طفل بعمر العشر سنين بيعرفي كتب ويحسب السبب هو طريق التفكير يمكن تكون بشكل أو بآخر بتلامس حياة كل واحد مننا أنا اسمي جابر وانت عم تحضر الريفولز قناة تحترم إنه عندك عقل وإنك بتحب تشغله اشترك بالقناة إذا كنت جديد هون وشايف هالكلام بينطبئي عليك وإذا ما اشترك سالفان وولكم باك بذكرك بإني مستمر بالتفرغ للشغل على هالقناة بفضل الدعم المادي من النسبة صغيرة من المتابعين على منصة بيتريون أو باي بال مشكورين جدا إذا أنت كمان بتحب لها القناة الاستمرار والتقدم زور بيتريون دوت قوم شاش ريبولز من الكارت بالزاوية من هون لحتى تنظم لمجموعة الداعمين أو على باي بال أو بشراء شيء من الميرتش بتلاقي الروابط بوصف الفيديو مع المصادر تحت زر اللايك كالعادة خلينا نبدأ من زمان كتير لما اضطر الإنسان للكتابة كرمال للحاجات الأساسية مثل الضرائب أو كرمال الإشارة لأمور بسيطة ومباشرة حواليه مثل الشمس أو الشجر مثلا استخدم رسومات تخطيطية وطبعا فيك تخيل قديش كان عدد هالرسومات قليل ومحدود لذلك بين الفينة والأخرى كانوا الأشخاص المسؤولين عن الكتابة يضطروا للإشارة لمعنى غير مرتفعة يضطبط برسمة موجودة سلفا بمجموعة البيكتوغرامز الصغيرة المعروفة عنده وإذا بدون يخترعوا رسمة جديدة تعبأ عممها وخبر وفهم كل العالم يلي ممكن يشوفوها بإنها إشارة للكلمة الفلانية إذلك توصل لخلاصة إنه من الأفضل اتباع الطريقة التالية لكتابة الكلمة الجديدة تحطر سنتين جنب بعض لكلمتين معروفتين سلفا بحيث يكون دمج صوتهم مع بعض بيركب صوت شبيه بالكلمة يلي بدي إياها صوتيا ممكن تتركب من كلمتين قط وطار وفيه سلفا رسمات تخطيطية معروفة للكلمتين فبقوم بكتبها كما يلي صورة قطة بجانب صورة جناحين مثلا فمن أول مرة بيشوفها القارئ بيستنتج بأنه المقصود قطار فورم بدك تقولي بأنه القاعدة اللطيفة ما ديما شغالة لأنه مثلا ممكن تكون الكلمة يلي حابين نكتبها لأول مرة مكونة من مقطع صوتي واحد بس أو يصدف بأنه لا يمكن تركيبة باستخدام كلمتين معروف رسمهم سلفا ومعك حق لكن مع ذلك فينا أنا وياك نقدر بأنها القاعدة كانت قفزة مقارنة تنبئية نظام سابق يعتمد فقط على قائمة الرسوم التخطيطية لأنه هلأ أصبح هناك طريقة لخلق أو لإضافة رسومات جديدة للنظام الكتابي هاد مع أنه ما في حدا ضافه بشكل صريح ربما فينا نتصور بأنه الخطوة التالية كانت بأنه تطور هالنظام ليصير بأنه كل صوت باللغة بيتعبر عنه برسمة شهيرة لكلمة معروفة سلفا وبتبدأ بهالصوت يعني رسمة القطة معروفة فبنستخدمها لحرف القحف كونه أول حرف من كلمة قطة ونفس الشي رسمة الطائر معروفة فبنستخدمها لحرف الطه وهكذا لكل الأصوات المعروفة بلغة معينة وهون بأثار عندك نظام كتابي شامل بإمكانك من خلاله كتابة أي كلمة بلغتك أي حدا ممكن يفهمها حتى لو أول مرة بيشوفها ويعتقد بأنه هيك تطورة الأبجديات البشرية الأولى راجع فيديو للتفصير أكتر عن الموضوع من قناة حسين عبدالله لاحظ قدشها النظام أحسن ما أنك تحفظ قائمة ضخمة من البيكتوغرامز المختلفة لكل كلمة مستخدمة بحياتنا اليومية وفيك تتخيل كيف مع الوقت بتصير الرموز اللي عم تعبر عن الأصوات أو الأحرف أبسط لأنه بعدده محدود وصغير فسهل الواحد يحفظه وما في داع تكون رسمة مع عقدة لك الحرف وإذا طلع مفهوم جديد كليا أو تم تبني كلمة جديدة على اللغة النظام الكتابي هاد جاهز سلفا بأنه يكتبه حتى إذا أجنبي بدي يتعلم اللغة فيدي يستخدم هالنظام بحيث بس يتعلم الأحرف مجرد خراءة الكلمة تخليه يتخيل لدقة منيحة كيف ممكن تنلفظ حتى لو كانت كلمة جديدة عليه كليا فهيك لكن فيدينا نتخيل كيف فورا بعد توصلهم لهالنظام اعتمدوه كليا وحطوا نظامهم القديم تبع الرسوميات التخطيطية على جنب لا بدل ما اضطير هالخطوة يلي تبدولنا هلأ واضحة مع الأسف لفترة طويلة اقتصر استخدام الأبجدية على سياقات محدودة وعدد صغيرة من الوظائف مثل كتابة الكلمات النادرة أو الأسماء الأجنبية بس ليش؟ شو يلي منعهم من تحقيق هالقفز الأخيرة؟ هاد مانو أبدا المثال الوحيد بالتاريخ على كيف بي أن البشرية بتكون قريبة من نظام شامل أو عام بس بتعلق لفترة طويلة بمرحلة ما قبل القفزة للعمومية خود مثلا الأعداد قبل العد كان هناك التاليينج مثلا أنت إنسان بداي بدك تتأكد بأنه ما عم يضيع منك شي بيطلع خروف من الحضيرة تخدش على الأرض أو على الحيط خط لتأشر بأنه راح خروف وكل ما يطلع خروف تعمل نفس الشي بعد كم ساعة عم رجعوا الخواريف كل ما يدخل خروف ترسم خط بقاطع واحد من الخطوط العمودية إذا رسمت بالأول لما بتكون عملت هالشي مع كل الخطوط معناها رجعوا كل الخواريف بس خيو أنت بليش تحس بأنك كثير عم تضيع وقت بهالطريقة غير هيك إذا رحت لعنجارك عأساس زيارة بس أنت عندك نوايا خفية لتمر جنب الحضيرة وتشوف مين عنده خواريف أكتر صر تطلع بطرف عينك على الحيط لتشوف كم خط مرسوم عليه لحبط بأن المقارنة كثير صعبة وبتأخذ وقت بين أنه مثلاً نتقارن بين 25 خط و 28 خط فبتقول لك شو هالنظام بدي شي بأريح فبيختار لك بأنه تجمعهم بهالخطوط بحيث تصير تكتوبهم بهالشكل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هيك مثلاً لما بتشوف هالشكل فوراً بتعرف بأنه يشير لما يسمى اليوم عشرة مع الوقت حسيت بأنك كثير عم تمارس هالشخبط على الحيط وعم تزعل منك ناسي عجران فقلت خليني أرمز للخمسة بهالشكل وبهالرموز للعشرة والخمسين والمية والخمسمية والألف هاي كانت الأعداد الرومانية القديمة اللي كانت قبل الأعداد الرومانية المعروف اليوم المهم أنت سهران الليلة عم تتشقف لأنه زعلاني منك ناسي عجران فقررت تحارب القلق بأنك تعد خواريف ببالك لحتتنا كل ما تحس حالك ناسة تكتب العدد اللي وصلت له مشان تكمل بكرة عد من عنده وقعت بقى تعد الخواريف كل ليلة وتعد الليالي ليلة بعد ليلة فلما وصلت الألفين خروف افتراضي ما كان في مشلق لأنك كتبت رمز الألف مرتين بس لما وصلت للعشر تلاف تنتجت بأنك من قبل قد عشت دهرا لا تعدوا الليالية بس زليتك بنت اللي زينة وهلأ لحظت أنك بالحقيقة رسيتك مثل أيام زمان لما كنت تستخدم خط واحد لكل خروف واحد التاليينج بس أنت هون عم تعمل شي مثل خط واحد لكل ألف خروف بعدين انتشرت لحالك بأنه حتى لو فرضا اخترع ترمز جديد للعشر تلاف معقولة ضلم قضاها تخترع أشكال النموذ جديدة كلمة تتخيل عدد جديد كبير شوي وتبقى بحالة بتشبه يلي كان عندها نظام البيكتوغرامز يلي كان لازم يترقع كل فترة بشي رسمة جديدة تتعبر عن كلمة جديدة مع الأسف للفترة الطويلة اللي تنفيها الاعتماد على هالنظام ما حدا طرحها الأسئلة بجدية كافية النظام كان محدود بطريقة تفكير محلية جدا وما بصد هون محلية جغرافيا بل محلية ومحدودة على مستوى فكري وكأنه طريقة التفكير هاي محدودة بسؤال مستتر من نوع السؤال التالي مين يلزم لو يكتب عشر تلاف لأي سبب عملي إذا أصلا مجموع كل الخواريف بالمنطقة ما بيطلع ألف على أيام الخميدس كان دارج نظام عد يوناني أظرف بشوي من هذا الروماني القديم بحيث مثلا إذا بدك تكتب عدد كبير مثل الميتان واربعين ألف فيك تكتب رمز الأربعة وجنبه رمز العشرين وتحطهم فوق رمز العشر تالاف فبهات طريقة بتكون كتبت 24 تالاف ياللي هي الميتان واربعين ألف وضوحهم هالكلام مبشر وحلو كتير مقارنة بالنظم يلي ذكرناها من شوي بس قبل ما تتحمس كتير لازم تعرف بأنهم حطوا قاعدة أنه ما بصير تستخدم أكتر من طابقين بهالنظام يعني ما بصير تكتب هاد الشكل مثلا لتعبر عن المليارين واربعمائة مليون يعني حاطين قاعدة عملت حدوده اعتباطية لأكبر عدد فيك تكتبو بهذا النظام حتى عبقري مثل أرخاميدس لما اشتغل هو على نظام العدد الخاص فيه توسع شوي عن السابق لكن كمان حط قواعد معينه بتخلي أكبر عدد ممكن ينكتب بنظامه هو عشر بالأس 800 مليون وحتى لما عدل عليه ووسعه مرة تانية ما وصل للإنفرساليتي ما وصل للعمومية التي نعرفها نحنا بالنظم العددية المعتمدة اليوم وعرغم أنه الحد الأعلى الجديد كتير كتير كبير ويجوز بعمره ما يلزم أغلب الناس بيبقى شيء مثير الاهتمام ليش لا يكون موجود هالحد الاعتباطي أساساً معقول كده الفترة ما حدا قدر يتوصل لشيء اللي بالنسبة أنه اليوم هو بديهي حتى لولد عمره عشر سنين اختار مثلاً عشر أشكال هدول الأرقام تبعك وموقع الرقم بيخبرك شو هي رتبته أحد عشرات مئات إلى آخر هي وعرف تستخدم الصفر بحيث اتميز مثلاً بسهولة بين 2 والميتين وبس هيك لا تتفزلك وتضيف قواعد زيادة لتعمل حدود الاعتباطية لأكبر عدد يمكن كتابته بهالنظام على ما يبدو القصة أنه ما كان كتير شيء عادي بأنه يمارس الفرد التفكير هيك بعدد مجرد لا يرتبط مباشرةً بأي شيء واضح سواء كان هالشيء محسوس مثل العشرين ألف مشترك على ريبوز أم شيء متخيل مثل العشرين ألف داعم لريبوز على باتريون يعني كان عادي تعد الخواريف بحظيرتك أو بمخيلتك بس ما أنك خرج تقعد هيك وتمخمخ وتفكر بالأعداد بشكل مجرد فهالحدود على نظم العد كانت من باب بأنه شو هالموقف يلي رح تمر فيه بحيث يطلب الأمر بأنك تعرف تكتب أو تقول أو حتى تفكر بعدد أكتر من المية ترليون مثلاً لما أرخاميديس كان عم يشتغل على النظام العد الخاص فيه ليوسع النظام السائد مسبقاً باليونان متل ما قلنا كان واحد من أهدافه بأنه يضحط فكرة سائدة مسبقاً بأنه عدد حبات الرمل على الشاطئ لا يمكن عدها فاستخدم نظامه الجديد ليحسب عدد حبات الرمل اللازمة لحتى بنملة فيه السماء لاحظ ووسع حدود نظام العد لهدف مرتبط بشيء ملموس يلي هو هون حبات الرمل تفكير بروكيول محلي وفينا نشوف بأنه طريقة التفكير اللي كانت سائدة وقتها عموماً ما بس بهالأمور العلمية لا تهتم بالقفزة إلى العمومية إطلاقاً وفوق هيك ما كان فيه أبداً تأدير لحقيقة بأنه فهم الأعداد على مستوى مجرد هو الشي كثير كول ومفيد وبيفتح أفاق لا يمكن تصوره مثل أي قفزة أخرى للعمومية كل من ساهم باختراع الأبجدية والكتابة والكمبيوتر ما كان ممكن يتخيلوا أني رح أستخدم هالتقنيات لأكتوب سكريبت هالفيديو بلهجة عامية وبأنه فيه متابعين رح يستخدموها نفسها لكتاب التعليقات يطالبوا بأنه تتحول قناة للفصحة مثلاً وبقيت نظم الأعداد في القارة الأوروبية على هذا الحال إلى أن وصلها نظام العدي الهندي عن طريق العرب لذلك ولحد هذه اللحظة يطلقون عليها خطأ تسمية الأعداد العربية Arabic Numbers وهي كانت كل الفصحة الممكنة على القناة للأفلين ونساطاش كل عام وقته خير قصة الطباعة وبتلحق نمط مشابه بحيث بالأول كان النظام أنه بدك تعمل صفيحة طباعة لكل ورقة الشي اللي بالضرورة بيعني بأنه قدامك مجهود كبير لتعمل وتحفر بهالصفيحة كل مرة لكل ورقة جديدة وما فيك تستخدم هالصفيحة إلا بهالسياق المحدود جداً فيك تتخيل بأنه ما كتير القصة كانت منتشرة وعملية لاحقاً بالقرن الخامس عشر جوهانس جوتنبرغ اخترع طريقة جديدة تسمى الموفابل تايب تعتمد على أن يكون عندك قطعة معدنية صغيرة منفردة لكل حرف على حداً فهيك بقى بتجيب لك كم نسخة من كل قطعة لتعبر عن كل حرف وبتصير قادر كل مرة من خلال إعادة ترتيب هالقطعة يعني هالأحرف تطبع شما بدك قفزة نحو العمومية لأنه صار أي كتاب موجود سلفاً أو أي كتاب لسه من كتب أساساً يمكن تبعطه بنفس الأدوات الأولية أنت من قبل كنت تقعد تحفر بصفيحة معدنية كرمال ورقة وحدة وما فيك تستخدم هذه الصفيحة إلا لهالورقة أما هلأ صار عندك شوية قطعة معدنية جاهزة بتنعمل مرة وحدة بس وفيك تستخدمها لطباعة أي صفحة مع العلم أنه قبل جوتنبرغ بثلاث أربع قرون كان تم اختراع شيء مثل موفابل تايب سلفاً بالصين لكن هنيك ما حققت هالقفزة للعمومية هلأ غالباً الأسباب متداخلة لكن بسياق كلامنا اليوم ربما السبب هون أنه مثل ما قلمنا شوي ما كتير كان عموماً دارش التفكير بهالشكل أو الاهتمام بتحقيق هالقفزة الفكرية أو يمكن حقيقة بأنه نظام الكتابة باللغات الصينية لا يعتمد على أبجادية كان لها دور بالموضوع كمان لأنه الكتابة كانت أشبه بنظام البيكتو جرامز بالرسومات التخطيطية اللي حكينا عنه بالأول حتى اليوم لما بدك تكتب شيء على الكمبيوتر باللغة الصينية الماندرين مثلاً تستغل نظام اسمه بينيين بحيث تستخدم نفس الأحرف اللاتينية اللي شايفة هلأ قدامك على الكيبورد لتكتب الكلمة الصينية متل ما بتلفظه بهاي الأحرف اللاتينية وبعدين البرنامج بيتوقع لحاله شو الكلمة اللي أصدق تكتبها وبيحط لك قائمة بالكلمات المتوقعة لحتى أنت تختار أي واحدة منها كنت بتقصد تكتب هالتكنولوجيا يلي هي طباعة بالأسلوب اللي حكينا عنه تعتبر لعبة دور تاريخي ومهم جداً بالتمهيد إلى عصر التنوير التحول من الفكر المحلي للعمومي من البروكيل للينيفرسل مع انتشار الفكر التنويري ما كان مقتصر على العلم فقط الحدود والاستثناءات الاعتباطية صارت محل شك وتساؤل وتنحيص حتى بالأمور الاجتماعية والأخلاقية على أي أساس لازم ينطبق قانون على العبيد فقط لكن مو على السادة ليش هالقانون بيعامل الإناث غير الذكور أو الأورستقراطيين غير عامة الشعب وصور الفلسفة يصعوا ليلاءوا قواعد أخلاقية قابل للتعميم فيما يخص الحقوق والعدالة وهم بقى الانفرسل العمومية سواء بأمور الفيزياء والعلم أم بأمور الأخلاق والسياسية والمجتمع ما بقى تشي غير ملحوظ أو بيتم تجنبه أو تجاهله مثل ما كان الأمر بالأمثلة اللي حكينا عنها اليوم ولا هي قفزة بتصيب محض الصدفة أثناء محاولة حل مشكلة بروكيل حل مشكلة محلية بل مع الانلايتنمنت صارت الانفرسل صارت العمومية هيدا هدف صريح ومرغوب بحد ذاته وخاصية ضرورية لاعتبار فكرة ما صحيحة لسه في كتير كلام ينحكي عن الموضوع لذلك اتأكد بأنك مشترك وفعل جرس تنبيهات لحتى نكمل بهالأمور بحلقات قادمة تذكر تعمل لايك للفيديو إذا عجبك وعمل شير إذا حب أصدقائك يشاركون الحوار شكراً كتير لوقتك ومتابعتك والشكر الأكبر لدعمي ريبوز مادين على بيتريون وبيبال انت كمان إذا بتحب بتضغط على هذا المربع ستنضم للمجموعة الداعمين على بيتريون أو إذا بتفضل على بيتبال أو تشتري شيء من الميرتش شوفوا الرابط بوصف الفيديو وتذكر تشوف حلقة تقديمة من ريبوز هون وبشوفك بالحلقة الجاية السلام ليالي أعد الليالي ليلة بعد ليلة